سائن يقول أثناء الحديث في المجالس وغيرها نلحظ البعض يتساهل في إفشاء أسرار العمل أو المهنة الوظيفية التي تعلق بأعراض الناس ومشاكلهم الأسرية والاجتماعية هل يأثمون في ذلك ويعتبرون ممن نقضوا العهود والمواثيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن المؤمن حريص على أن يكون من أهل الستر فيستر كل ما شاهده مما لا يليق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلم من ستره الله في الدنيا والآخرة ولذلك فإن الحديث عن معايب الآخرين أو عما حصل منهم من زلات وأخطاء يعد من أنواع الغيبة المحرمة شرعا وقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك آخاك بما يكره فذكرك لأخبار الآخرين التي يكرهون أن تذكر أمام الناس يعد من أنواع الغيبة ثم إن هذا الموظف بينه وبين جهة عمله عقد واتفاق على أن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها في عمله فمخالفة ذلك تعد نقضا للعهد ومخالفة لما أمر الله جل وعلا بالوفاء به وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وبالتالي في حديث الإنسان بذكر ما اطلع عليه من وقائع غير محمودة للآخرين من خلال عمله يعد من أنواع المحرمات التي يخشى على الإنسان من غائلتها وعقوبتها الدنيوية والأخروية وينبغي بالإنسان أن يكون ممن يذكر أخبار الخير وأخبار الصلاح وذلك لأنه متى ذكرت هذه الأخبار انتشرت في الأمة وكان هذا من أسباب اكتداء بعضهم ببعضهم الآخر بل من أسباب المنافسة في هذه الأخبار الطيبة أما ذكر أخبار السوء والشر فإنه يجعل القلوب لا تتحسس من هذه المنكرات وبالتالي لا تنفر منها ومن ثم تكون واقعا ملموسا في حياة الناس ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم كما أخبرا صلى الله عليه وسلم الله يرضى عليك